وصلنا لمساحتنا الطبية لليوم ورح نحكي عن أمر شائع جداً وبنسمعه كتير اللي هو المي الزرقى والمي البيضى بالعين شو يعني؟ وليش بتتشكل؟ شو عوامل الخطورة؟ وكيفية العلاج ومراحله؟ كل هالتفاصيل رح يطلعنا عليها أكيد دكتورنا المختص هالدكتور جهاد نويلاتي اختصاصي بأمراض العين وجيرة حتى يسعى صباحك دكتور؟ سعيد صباحي والشي أهلا وسهلا فيك بهالتلج وبهالبرك كيف كان الطريق ومتجا صباح تتلج حمد لله سعلك؟ لا يعني ضمن إطار المدينة جيد جدا الحمد لله أول شي الحمد لله على السلام داني شي خلينا نبلش مع حضرتك ونحكي الناس كليا بتسأل شوي عن المي الزرقى والمي البيضى وكيفية تشكلها مين يمكن الأشخاص بتتشكل عندهم؟ طمع نحكي أول شي كمصطلح المي البيضى أو المي الزرقى هو أقدم مرض عيني مشخص مذكور عبر التاريخ يعني ليش شائع كتير؟ لأنه أخذ اسمه المي البيضى أو الزرقى هو طبعا مصطلح لنفس المعنى اللي هو الكتيراكت أو الساد يعني أنه أنا بتطلع على المريض اللي بتتشكل عنده مي بيضى أو مي زرقى طبعا بمراحل متقدمة بلاقي نقطة بيضى في مركز الحدقة نرجع للتعريف للساد شو هو باللغة العربية سموه الساد شو يعني الساد؟ هو العتمات أو الكثافات من وين نتج هالمصطلح؟ أنه العين فيها جسم باللوري الله خلق العين فيها العدسة الطبيعية أو الجسم البلوري بيكون شفاف هلأ بأي سبب كان ممكن تطلع فيه اعتمات أو كثافات هاي مسميها الساد وممكن تتطور لتصير منظر أبيض أو منظر أزرق فمن هون نتجد المصطلح المي البيضى أو المي الزرقى هذا أقدم مرض عيني مشخص شائع كتير هو أهم سبب لأله هو التقدم العمر ممكن يكون طبعاً ولادي والطفل يولد معه ساد ولادي له تدبير معين ممكن يكون بعين وحدة ممكن يكون بعينتين ممكن نتيجة رد يصير عندي ساد أو مي بيضى أو مي زرقى ممكن نتيجة أدوية معينة ممكن تعرض لأشعة معينة ممكن صدمة كهربائية تأدي ممكن تقدم العمر الأمراض المزمنة بتسرع حدوث المي البيضى السكري بالذات طبعاً غير اعترالات الشبكية اللي ممكن تصيب هلأ هي حرفنا المي البيضى أو المي الزرقى لأنه هدف الرؤية أنه أنا الضوء بدي يفوت لداخل العين بدي يوصل الجسم البلوري بدي يعكسه على الشبكية والشبكية بدي تنقل الصورة للدماغ ليقدر الإنسان يشوف يعني من حديثك دكتور معناته الكبار صن أو اللي عندهم أمراض مزمنة هننا الأكثر تعرضاً لأنه ينصاب أشياء سبب للساد هو تقدم العمر ممكن يصير الأدوية المعينة الحالات مثلاً في أمراض تترافق مع حدوث الساد مبكر والأهم منها استعمال الكورتيزونات بشكل عشوائي لهذا السبب أكيد يعني التناول الكورتيزونات لفترة طويلة بعض الأمراض ممكن الجهازية ممكن دائماً يكون العلاج مثلاً مرضى الربو حالات الربوية أو حالات معينة بتلاقي عندهم مو أنه أدمان هذا الكورس العلاجي تبعه فيه كورتيزون فترة طويلة بيقهب على حدوث الساد بيجي كل مريض عمره 30 سنة بداية الساد بس ليش مثلاً ما بضطر أنه أنا أفله كورتيزون لأنه أنا حلي للساد أو المياه البيضاء هو حل ما له كتير صعب يعني عملية الساد لقيت تطور عبر التاريخ لوصلنا لمراحل رائعة بالنتائج عملية مثل ما حكينا طبعاً العلاج وقت ما بيكون فيه عندي سبقة يعني آلية لتوضيح النظر هو العمل الجراحي هلأ منذكر الأعراض المريض شو ممكن يشوف أعراض وقت تتشكل عنده المي البيضاء أو المي الزرق المريض ما لغير عرض واحد طبعاً هي تدني القدرة البصرية يعني المريض تشوش الرؤية طبعاً أنه كان نظري أفضل بلش يتراجع عندي النظر يعني بعد الثلاثين ما عاد شائع يصير أنه أسوأ انكسار يصير عنده نقص جديد ولا مد جديد ولا انحراف جديد فشو السبب لتراجع القدرة البصرية مثلاً بعمر معين بفحصه بلعي بداية تشكل ساد أو مي بيضاء أو مي زرق العلاج أنا عندي وقت تكون لسه عتمات خفيفة ممكن أعطي نظارة صلح الخلل الانكساري الحادث بقدر يشوف عشرة من عشرة أمتى بيكون قرار الجراحة هون موضوع كتير مهم أنه قرار العمل الجراحي للمي البيضاء والمي الزرق وقت ما بقدر أحصل على نظارة بتريح المريض بالنظر فمو فوراً أي مي بيضاء هي عبارة عن فوراً تداخل جراحي هذه معلومة مهمة أنه ببلش بالمي البيضاء بتصحيح نظر المريض عن طريق النظارات أو العدسات اللاصقة هذا ما بيزيد الحالة في ناس بتقولك لا خليني أعمل عمل جراحي من البداية هذا صح أو غلط أكيد غلط القرار وقت ما بقدر أحصل على رؤية واضحة عن طريق النظارة هنا في أشخاص بيقولك أنه خليني أخلص منها وإزرع مثلاً عدسات أنا قناعتي الشخصية ما في داعي أنا ما بقدر يعني قراري للعمل الجراحي ويكون غير ممكن العلاج عن طريق النظارات أو عن طريق الدوابس هون طبعاً ما في علاج دواي العمل الجراحي وقت ما نقرر له طبعاً جراحة المي البيضاء والزرق كتير تطورت عبر التاريخ يعني إذا من نرجع للأدب الطبي أو بالأحرى ما يصلوا زمان كانوا يساوها عن طريق القدح تمام هذا بالطب العربي هلأ هي من حيث المبدأ مبدأ فكرة حلوية وقت ما كان في جراحات قديمة مثلاً كان بمجرد ما تنضج المي البيضاء أو المي الزرق يفوت ويفوتوا ومن دون ما يشيلوها لبر العين هو عملياً كان بيفوت بالطريقة القدح طبعاً بالطب العربي القديم بيفوت بإبري وبيتفش المي البيضاء لتحت فمجرد ما فتح مركز النظر تمام رح يتحسن الرؤية طب المريض طبعاً هالأجراحات خلينا نفوت فيها هالأجراحات كمان الجراحات العينية للمي البيضاء طبعاً طورت كتير وكانت من زمان عبارة عن شأ فوق العين شأ كبير 10 ميلي لأسحب المي البيضاء بعدين طلعوا العدسات أنه أنا بحيث أنه ما لبس المريض نضارة سميكة صارخي عنا بدأ لجسم البلوري نزرع عدسة داخلية طورت الجراحات كلها ياته الهدف منها ظغر الجراح اللي أنا بدي أسحب منه المي البيضاء يعني كان 10 ميلي بده أطاب وأتوصلت لـ 3 ميلي الجرح معت فيه أطاب دعي الأطاب لأنه بيكون جرحي صغير طبوق بشكل كامل وفيه الأجروحة لسه لـ 1.5 ميلي هون التطور اللي عم يصير بالجراحات كلما زغرت الجرح كلما مخاطر اللي أنت قلت وكلما الانحرافة اللي ممكن يصير بعد العملية كمان وهون لما بنحكي عن الجراحة دكتور هذه النقطة كتير مهمة لأنه حضرتك حكيت أنه فيه كتير ناس عنده أمراض مزمنة ولكن هنم بيحاجة للجراحة نعرف أنه مرضى السكري بيخافوا من الجراحة بيقول جرحوا وما بيلقهم فهذا قدي صار مفيد اليوم لأنه هنم أغلبهم عرضة لتشكل المي الزرق أو المي البيضاء فقديش هذا النوع من الجراحات هلأ وفر وصار آمن أكثر على المرضى اللي هنم عندهم أمراض مزمنة أكيد هلأ مريض السكري بشكل عام جروحته بتتأخر بالشفاء فأنا وقت بزغر له الجرح العملية عن طريق الفاكو الجراحات الحديثة اللي بدي أكملك بالجراحات الحديثة الجرح صغير بفوت جهاز الألترا ساوند هو أنا بيعتمد على مبدأ تفتيت المي البيضاء بالألترا ساوند لأمواج فوق صوتية عبر جهاز الفاكو أنه أنا أرشفون هدول وبالآخر بزرع عدسة بتجي فولدبل يعني مطوية داخل الحاقن داخل الإبرة حيثنا ما وسع الجرح لا لأسعب بالمي البيضاء ولا لأحقن العدسة فأنا وقت بهالآليات الجديدة عم صغر الجرح لأنه يعني ساعة المريض ما عاد عندي جرح كبير ما عاد عندي انحراف ما عاد عندي حرج بصر بعد العملية والأهم خففت نسبة الإنتان لأنه ما في عندي جرح كبير واستشفاء المريض بين نهاية العمل الجراحي بيكون أصير يعني مثلا وقت تكون الجراحات الأديمة اللي بنعملها فيها ست قطاب تقريبا أنا أبلش فكهم بعد شهرين فطول هالشهرين المريض ما يكون مرتاح بينما بعملية الليزر اللي هي عبارة عن أمواش فوق صوتية الفاكو أنه أنا خلال خمسة أيام المريض ممكن يرجع لشغله بشكل طبيعي فهذا الفرق بالاستشفاء وطبعا لأقل نسبة إنتانات لأنه جرح صغير وأريح للمريض بس بشكل عام مريض السكري نحن نكون حساسين باتخاذ قرار العمل الجراحي للمي البيضاء لأنه الرد الجراحي ممكن يسرع اعتلال الشبكية السكري فلذلك هون بدي يكون بقال الطبيب هو يوازن بين فوائد العمل الجراحي والشيء اللي ممكن يسببه للشبكية وبرجع للقاعدة اللي تلك ياهب الأول أنا قناتي شخصية العمل الجراحي آخر حل تمام هو إذا ما قدرت أحصل على نضارة مريحة للمريض بحيث أنه أنا أعطيه رؤية صافية وقت ما بدر أحصل على هاي النضارة تمام طبعا بالنسبة لزرع العدسات كمان قلت لي يعني جراحة الميت بيضاء تطورت كثير عبر التاريخ وكل يوم عم تطور هي الفكرة بالطرق الجراحية وبنوعية العدسات المزروعة هذا ممكن نخلي له حلقات مختلفة لأنه العدسات الأديمة مثلا حتى إذا كانت صغيرة ممكن طعا أنا حطها مثلا من البعيد بس للقريب ما فيه فوكسي بالعدسة هاي فالقريب بده يضطر المريض يحطه الضارة طبعا العدسات نازل جديد والدراسات عبر العالم كلياتها بحيث أنه تعطيني عدسة تشوف بعيد وأريب طبعا هذا الشي موجود شركات عم تعطي عدسات للمسافر وسط وللبعيد وللأريب وخيارات بالنسبة للعدسات كتير متنوعة وهون التطور اللي عم بيحصل فيها بنوعية العدسات المزروعة بعد سحب المي البيضة وتنظيفها طيب دكتور جهاد خلينا نحكي اليوم أي عمل جراحي بعده كمان بيكون في بعض مثل خلينا نقول الإرشادات اللي بين صحفية الطبيب للاستفادة القصوى من هذا الحل الجراحي خلينا نقول شو أهم من نصائح اللي بتوجهها لأي شخص بيغضع لعملية جراحية وفي الناس بتقول عمل عملية ورجعتها تشكلت المي هل هذا الشي صح؟ هلا بشكل عام بالعملية الساد أو المي البيضة أو الزرق ما بتتشكل مرة تانية لأنه هي من حيث المبدأ أنه أنا العدسة الطبيعية عمشي لها وحط عدسة صناعية هلا نحن شائع أنه بعد سنة أو أكتر بيقول له بده مسح عدسة تمام؟ كمان هذا مصطلح ممكن المشاهدين يسمعون تعرفوا هي الفكرة مو مسح للعدسة العدسة أنا وقت بحطها بعد ما بسحب الماء البيضة فكرة سحب الماء البيضة أنه أنا حافظ على الجسم البلوري بيكون له قسم محفظة خلفية فهي الفكرة العملية أنه أنا نظف الماء البيضة وأترك مكان لأزرع عليه العدسة بزرع العدسة بدي حطها على المحفظة الخلفية لجسم البلوري هلا بعد بسنة هي بتتكثف ممكن أعملها من دون جراحة بالجهاز الليزري بسيط أنه تنظيف للمحفظة الخلفية يلي بيحط عليها العدسة فهذا المصطلح الشائع بيقوله عليه مسح العدسة اللي ممكن نصير بعد ستة شهور أكيد لا لأنه أنا أكيد ساحبها من الأول بالنسبة لتوصيات لعمل الجراحي هلأ برجع بأكد على نقطة العمل عملية سحب الماء البيضة وبالفاكو وزرع العدسات هي إجراء جراحي عند الجراحين اللي عندهم خبرة هو إجراء غالبا هو إجراء بسيط ممكن عملية 5 داية 10 داية بس هي عملية حساسة وخطيرة لأنه أنا ممكن مريضي تاني نهار يكون بيرفكت شوف 10 من 10 ولا سمح الله ممكن فوت مشاكل مشاكل خطيرة فهي عملية حرجة وحساسة لذلك نحن جراحين عينية صنفها هو هي السهل الممتنع لأنه عملية دقيقة ممكن تلك ممكن أن أوصل من النتائج بين 100% للا سمح الله اختلاطات كبيرة فلذلك أنا بقول له المريض عندي 5 داية هو تاني نهار بقول لي أنا خليلين إيزرعا شغري بقول له لا 5 داية كثير مهمين أنا بخاف من خطورة الإنتان فأنا خمسة أيام بدي يكون كثير راقب المريض يعني مثلا تطخاية حكة عين أكيد لا لأنه مثل ما قتلك جرح ما في قطب فأنا حكة عين أوية ممكن يفتح ممكن يفتح يصير اختلاطات خطيرة فأنا أول خمسة أيام في عندي لا سمح الله فكرة الإنتانات كثير خطيرة بيكون الإنتان حاد فهون كوارس بيصير لا سمح الله فخمسة أيام بالنسبة لأي مريض عامل جراحة عناية فائقة عناية فائقة جدا بالأطراط الموضعية كل ساعتين أو كل ساعة حسب رأي الطبيب الجرح تغطاية العين يمكن أيضا يعني التغطاية ممكن يحط واقيات أو نظارة شمسية بحيث أنه أنا بدي ما بدي شيء مع المسة ما يلمسها مي ما يفوت على الجرح يعني إذا حدا يعني إذا حدا مرشح الدام و لازم يبعيد عنه لأكمان بخاف من الإنتان الإنتانات خمسة أيام خطيرين بعد خمسة أيام يعني نوعا ما منرتاح بس الاستشفاء عادة خلال أسبوع بالنسبة إذا عملية مشت دون اختلاطات نتائجها كتير حلوة والمريض غالبية للمرضى كتير من بسط بعض العملية وبتتغير نمط حياتهم لأنه أنا مريض الساد بيرتاح بيرتاح لأنه ما بيكون عم يشوف فجأة يعني أنا بيجيني مريض مثلا بيكون فيه عنده بالعينتين ساد موي بيضى بعد ما بتعمله أول عين بيجي لعندي من تاني نهار بيقول لي دكتور هنت بيساوي التانية هذا دليل شو أنه هو كتير مبسوط بيقول له ارتاح 4-5 تيام ممكن فكر بالتاني فهي عملية بالمجمل عملية المريض بينبسط والطبيب بينبسط فيها بس طبعا من نكون حذيرين لأنه عملية دقيقة بدي عناية فائقة لأنه تلك سلاح زو حدين صحيح يعني دكتور حكينا عن كتير تفاصيل مهمة يمكن كل يلي عم بيتابعنا أكيد استفاد من كل هاي المعلومات خلينا إذا في شي ما ذكرنا وحابب أنك أنت توضحه قبل ما نختم حديثنا أي معلومة بتخص موضوع المي الزرق أو المي البيضاء هلأ قلت لك أهم شي أنه بالموضوع الوقاية هلأ نحنا نسينا حكينا أنه حكينا كل شي إلى موضوع الوقاية هلأ إذا حدا سألني كيف بدي أخر حدوث المي البيضاء أنه أنا أمنع نحن ناخد العوامل الوقائية لتأخير حدوث المي البيضاء مثل ما اتفقنا المي البيضاء أشيع سبب لألة هي تقدم بالعمل كيف الإنسان بديه يأخر حدوثها هلأ أول شي تجنب الأدوية المثبت حدوثها للمي البيضاء اللي هي الستيرويدات بكافة أنواعها السيرويدات القشرية الكورتزون وفي أدوية مناعية معينة طبعا هون بالتشاور مع الطبيب يلي حاطت خطة العلاج فأنا أول شي بتوجه برسالة للأطباء والأطباء طبعا مول العينية الأطباء مثل المناعة أو أطباء المفصلية أو الأطباء الداخلية بشكل عام وقت بد أن يصفوا دواء ممكن يكون له تأثيرات جانبية على العين يطلب استشارة الطبيب العينية أو المساعدة بينه وبين طبيب العيون بحيث أنه أنا أصل لخطة علاجية مناسبة للمريض هاي أول شي الشي الثاني كمان لأخر حدوثها هي ضبط الأمراض المزمنة يعني أهم شغلة أهم معلومة مرض سكري مرض شائع بالعالم وبلادنا كتير شائع نسبة حدوثه كتير عالي ضبط السكري بالنسبة للمريض السكري أكيد بيأخر له حدوث الساد والمشاكل الثاني اللي ممكن تنتج منه ضبط الأمراض المزمنة مثل ما اتفقنا السكري أخطر مرض مزمن لأنه تأثيراته وقت ما بيكون عدم الضبط للسكري نتائجه كتير سيئة على كل الأجهزة نبيلة بجسم أكيد ومن ضمنهم العين وإذا بلشت المشاكل العينية بصير يعني ما في عندي علاجات كتير مرضية للمريض خاصة وأتبلش بأتي لها الشبكية السكري غير أنه الساد يحدث مبكرا بس الساد تلك الماء البيضاء يعني هي علاجة بسيط بس مشاكل الشبكية لسا على معقدة أكثر يعني فضبط الأمراض المزمنة هي أهم شيء للوقاية هي أهم مصيحة والأشعة الضارة يعني هلأ نحن الأشعة تحت الحمراء فوق البنفسجية أشعة الشمس كلاياتها متهمة بإحداث الساد الأضوية كمان في أنواع من الإضاءة المعينة كمان فلذلك أن الضارات الشمسية أو واقيات العين العاكسة للأشعة الضارة كمان بتأخر حدوثها وطبعا الردود بشكل عام الردود هذه ما حنذكرها أكيد الإنسان دائما لازم يبعد عنها انتفقنا الأدوية اللي بتتشكل الساد ضبط الأمراض المزمنة وأكيد الأشعة الضارة أكيد يعني معلومات مهمة بدنا نتشكر وجودك معنا دكتور جيهاد على كل المعلومات لقلتها ويسعد صباحك ويسعد صباحك شكرا لك شكرا لكم شكرا لك